صدمة قاسية تركتها تفجيرات عدن على أبنائها بعد أن ارتفعت الآمال بإزالة ركام الحرب وتطبيع الحياة في المدينة آمال سرعان ما تلاشت بعد أن توشحت المدينة بالدم وأطبق الحزن على أرجائها أكثر من 25 قتيلا وأكثر من 100 جريح تلك حصيلة يوم دام تناثرت فيه أشلاء الضحايا وكشف حجم المأساة في مدينة تحاول جاهدة لم لمت ما خلفت الحرب غير أن أسئلة كثيرة لا تزال تثار عن الجهة المتورطة في الهجوم الذي استهدف المطار أثناء وصول الحكومة وأيا تكون تلك الجهة فقد أضافت عبءا جديدا بالنسبة للحكومة في الجانب الأمني وأظهرت وجود أطراف تستميت في عرقلة مهامها وتجريف مساعيها لتطبيع الأوضاع في المدينة موجة سخط عارمة سادت أوساط اليمنيين عقب التفجيرات فيما طالبت جهات محلية ودولية باتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء التشكيلات والكيانات المسلحة خارج إطار الدولة باعتبارها عائقا يقف أمام تحقيق السلام في اليمن غموض وتعقيد يكتنف الوضع في عدن التي كان من المفترض أن تشهد واقعا مغايرا بعد عودة الحكومة الجديدة إلا أن حسابات الأطراف الخارجية حارت دون ذلك بحسب مراقبين فهل ستصمد الحكومة إزاء تلك المتغيرات؟ أم أن واقعا جديدا بانتظارها؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر